كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً جديداً عابراً للقارات صاروخ دفع مجلس الأمن الدولي إلى الإعلان عن عقد اجتماع طارئ بطلب من الولايات المتحدة واشنطن طالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جديدة تذهب أبعد من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على بيونج يونج حيث دعى وزير خارجيتها ريكس تيلرسون إلى إعلان حظر النقل البحري على البضائع من كوريا الشمالية وإليها الولايات المتحدة تعتبر أن الخيارات الدبلوماسية لحل إزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية تبقى مطروحة على الطاولة أدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جديدة تذهب أبعد من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على بيونج يونج بدوره الرئيس دونالد ترامب قال أن بلاده ستهتم بالأمر وأعلن بعد إجراء اتصال مع رئيس الوزراء الياباني اتفاق الجانبين على مواجهة التهديد الكوري الشمالي فيما أكد وزير دفاعه جيمس ماتس أن الصوريخ الباليستية الكورية الشمالية تمثل خطرا على العالم أجمع أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات وبصراحة فقد وصل إلى أعلى ارتفاع له مقارنة بأي تجربة سابقة إنها جهود البحث والتطوير من جانبهم لتطوير الصواريخ الباليستية والتي تهدد كل مكان في العالم اليابان رجحت سقوط صاروخ كوريا الشمالية في المنطقة الاقتصادية البحرية التابعة لها بحسب وزير دفاعها واعتبر رئيس وزرائها أن صاروخ بيونج يونج يونج يشكل عملا عنيفا لا يمكن التسامح معه الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يشكل عملا عنيفا لا يمكن التسامح معه لن نفضع لأي عمل استفزازي سنضاعف ضغطنا على بيونج يونج فرنسا انضمت إلى ركب المنددين بتجربة كوريا الشمالية الصاروخية الرئيس إيمانويل ماكرون دعا إلى ممارسة مزيد من الضغط على بيونج يونج ردود فعل توجه الأنظار من جديد إلى مجلس الأمن الذي باتت جلساته الطارئة اعتيادية عقب كل تجربة صاروخية تجريها بيونج يونج ترجمة نانسي قنقر